نذهب للتمرين الآن. التمرين الباكالورية الآن اللي هو في الكن الموضوع الثاني 2021 هذا الموضوع الثاني. الجزء الأول على ما أظن ما حلينهش ما نظنش حلينه. نحلوه بك حتى مشكلة بسرعة نحلوه مع الأسئلة تاعه ونزيد ونحلو الجزء اللي بعده اللي هو كذلك تمرين بسيط جداً وش أعطالكم؟ أعطالكم هذا اللي هو الجزء الأول عليه سبع نقاط كذلك فيها غليسيريدات والجزء الثاني اللي هو فيه الكروماتوغرافية وفيها كذلك تسميته ما أعطالكمش الآن هنا أعطالكم الرموز فقط هنا أعطالكم الرموز وهنا كان إشكال مش إشكال بزاف والله صراء إشكال في السنة الماضية لهو هذا المركب لهو الثريونين وليس الميثيونين لكن ليحطوا بالميثيونين حسبوها له وعطالوا العلامة معنى كيكون خطأ الوزارة أو هي اللي تتحمل المسؤولية ويمدوا عليه النقطة لكن مش حاجة لباش تدير فوضى والله صراء إشكال ما لبناش هذا الإشكال قصته كيفاش لكن ما منقلقش رواحنا إحنا نجاوب عليه على أساس الثريونين ونجاوب عليه على أساس الميثيونين في زوج إذا كان ثريونين معناها هوبين اللي هو الهيدروكسيلي إذا كان الميثيونين الميثيونين هو كيبريتي نبدأه الآن في حل هذا التمرين نبدأه قال لك لديك الحمضين الدهنيين A و B التاليين الحمض الدهني A له قارنة الحموضة إلي A وقارنة اليود إلي إي تساوي السفر كيكون إلي إي مشبه مشبه جاي كي أعطيكم قارنة الحموضة وش ندروا بيها جاي خلاص هنا جاوبنا عليه أكسدت الحمض الدهني B قال لك كين أكسده شوفوا وش يعطيكم C و D وأعطي لكم هذا هذا هو أعرفه لكم و C و D نبدأ C وحادي الوظيفة الحمضية كتلته المولية كذا والحمض D ثناء الوظيفة صيغته من الشكل كذا معناها أو بيلكم أنه ثناء الوظيفة أعطي لكم كيف نكتبه سهل معناها بيلك D أعطي لك سيغة المجملة والC أعطي لكم اللي هو السيغة أو الكتلة المولية وبما أنه بما أنه أحادي الوظيفة نقدرون أن نجبدوه آنه بكل سهولة بحصة المولية للحمض الدهني ثم استنتج سيغته نصف مفصلة سهلا جيت السيغتين نصف مفصلة للC و D أعطي لك السيغة المجملة وثناء الوظيفة هاي لك هاي لك ثناء الوظيفة وهاي ثناء الوظيفة هو عنده ثلاث ذرات كربون إذن وش قالك قالك صعيبة هذي هذه ركرة حجيب عليها 025 مجانية مجانية خلاص وهذا اللي هو آه وحادي الوظيفة الحمضية هذا اللي هو 16 نحسب له الكتلة بما أنه نحسبه عدد ذرات كربون نقدر نعرفها وهذا سيغة كذلك هو أعطاه لك واضح جيت السيغة نسمه مفصلة للC و D نعرفها نبدأ ونحلو الآن التمرين تعالى الآن نجيبه قالك احسب الكتلة المولية الحمضة دهنية بما أنه مشبع احنا نقوله E ل E تا يساوي لكم الصفر إذن قلناه هو مشبع ومنه سيغته C N H T N أو خلاص أعطى لكم قليلة الحموضة إذن حساب الكتلة المولية تا نعرفه إحنا A بما أنه حمض دهني يقابل لك K و A إذن الكتلة المولية تا A تقابل لك 56 في 10 قوة 3 و 1 جرام يقابل لك E ل A و E لي أعطها لك إذن مباشرة نحسبه الكتلة المولية 56 في 10 قوة 3 ونقسمها على 218 فاصل 75 إذن شحال الكتلة المولية تا 2256 جرام بار مول إذن الآن لقين الكتلة المولية ذوك نستطيع الكتلة المولية إذن 256 إذن الآن أغضب لهم الطرف الثاني تلقوا 16 هذا رأكم خدمتوا به بزيف تمارين نرمال ما يضيع الكومش إذن بما أنه 16 إذن سيغته المجملة C 32 أو 2 إذن سيغته النصف مفاصلة C C C H 2 14 مرة C H 3 3 دائما دائما أحسن أحسن إستنتج سيغة المجملة سيغة نسمو مفاصلة نكتب 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 من خلاله ولا حاجة لا أكتب لش سيغة المجملة نكتب هالو سيغة المجملة سيغة نسمو كل شي من خلاله ولا شي ها نكتب نكتب الآن سنجلب C و D إذن روحوا الآن نطلعوا الصبورة شوية آي إذن ويش قلكم قلكم أنه كين أكزدو B هذا كين أكزدو بالكام آن أو كات والآش دو آس أو كات يعطي لكم C اللي هو أحادي الوظيفة الحمضية أحادي الوظيفة الحمضية معنا رو من الشكل C آش ثلاثة C آش ثلاثة قولوا هنا يا إكس والله إكس نطلعوا هذه المستارة الخط هذا باش نواصله زائد قال لك يعطي لك المركب هذا هو المركب C المركب D قال لك ثلاثة الوظيفة الحمضية يعطى لك الصيغة المجملة إذا الصيغة هو نصف مفصلة نكتبها نايا ما نكسرش راسينا يا عائلي سي آش ثلاثة سي واش زائد المركب الآخر الجزء اللي هو ثلاثة الوظيفة أو عندك صيغة نصف مفصلة عندك كل شي يا جماعة والله باكالوريا واني زيدي يجيكي ما هكذا رقص وتقولوا صعيبة أنا ندوغ أنا أدوغ أنا دووغ تغني إذن هذا هو المركب هذا هو المركب دي قل لك جيب لي دي وجيب لي سي سي يعطي لكم الكتلة المولية شحال الكتلة المولية طه لكم ميو ستاش ميو ستاش إذن أنا عندي هذا اللي هو الكتلة المولية اللي هو سي آش ثلاثة سي آش اثنين اكس سيواش هذا الكتلة المولي ينتعو تساويكم 116 جرام بار مول اذا طبقوا الان رح نجيبو اكس كيف كيف هذه السي ااش تتمثلكم 116 زائد هنا يا 14 اكس زائد 45 يساوي 116 يستزم انه اكس شحال يساويكم هنا ربعة كلكم لقيتوها ربعة كين لي يقولك لا استاذ بيما انه وحادي الوظيفة هذا راكك انه مشبع هذا علش ما نديك اش اثنين او اثنين اخدمها ورق صحيح وتوجد باللي اني يساوي ستة حنا لقينا ربعة ها يتعى الاكس صح ايو الله ايوه لي يخدم بان لي يخدم بان يلقيها ستة كين لي رح يقولك ندير انا يا 14 اان زائد 32 يساوي لي 116 هنا راك رح تلقى ان يساوي ستة تقولي استاذ مشي كيف كيف نعم مشي كيف كيف انا راني حسبت اكس وانتا رك حسبت ان كامل كلية هاك دا اذا كي تحسب تلقى بستة راك رح تدير سي واش وتكتب سي ااش اثنين شعر تكتب هنا تكتب اربعة وانا اربعة لنقيت الفوك خلاص شاخر الله اي والله اذا انت حر كيفاش تخدم اذا هذا هو المركب سي والمركب دي انا كتبنا له سيغة نصف مفصلة خلاص هانا لقيتنا السي والقيتنا الدي والقيتنا هذك اذا شحال عنده من رابطة مضاعفة هنا هذا زوج عنده زوج باين باين باللي عنده رابطة هنا وعنده رابطة هنا اذا احنا ما نقدرش نعرفه اخيرا احلين وحدة التمنيه لو تتذكره يقول لك اكتب لي سيغة نصف مفصلة المحتملة يخدرنا احتمال جي هذي مننا واحتمال جي هذي مننا اي والله نفرض الآن وكنجا هذي السؤال موجود يقول لك كتب لي احتمالات ممكنة مثلا يكتب هكذا قل سي واش سي ااش دو قل سبعة سي ااش رابطة مضاعفة سي ااش وتكتب سي ااش ثنين سي ااش رابطة سي ااش ومبعد عندك سي ااش ثنين اربع مرات سي ااش ثلاثة هذا اذرني تزيد سؤال من احتمال واحد احتمال الثاني الثاني لا تجيك الوظيف هذي سي ااش سي ااش سبعة مرات تجيه في الوسط معنها تجيب هذي الشكل سي ااش دو ومبعد تجيك سي ااش رابطة سي ااش ومبعد تجيك سي ااش اثنين سبعة مرات ومبعد سي ااش رابطة سي ااش ومبعد سي ااش اثنين اربع مرات سي ااش ثلاثة هذا الاحتمال الثاني هنا لما ربما يقولك اكتب لي السيغة المحتملة في هذا الحمض الآميني آه لهذا الحمض الدهني الآن هو لا ما طلبش منك هذا الشي هو وقال لك أنه اكتب لي السيغة النسبة مفصلة لما يكون أول رابطة في تسعة أول رابطة في تسعة نفرضه الآن كيمة الأول آي والله احنا هذا المثال كيمة هاكذا خدمناه رانحلينه واحدة تبرين قلنا بهذا الشكل نفسه لو تتذكره نعم نذكرينه معلش آي والله حلينه وقل له وطلبه في التمارين قال لكم اكتبوا لي السيغة المحتملة محتملة اكتبنا المحتملة بعد جهك سؤال بعدها قال إذا كانت أول رابطة في الكربون رقم تسعة اكتب لي السيغة النسبة مفصلة لنتاعه احنا قلنا في هذه الحالة الأولى هاي لك أول رابطة في تسعة واحتمال الثاني أول رابطة في تلاثة إذن ذوك الآن احنا بما أنه رح يقول لك باللي أول رابطة في تسعة إذن هذا الاحتمال النحار لا نكتبوش إذن الاحتمال أول وبالفعل هاوليك حدد السيغة نصف المفصلة للحمض الدهني بعلما أنه يحتوي على رابطة مضاعفة في ذرة الكربون رقم تسعة احنا رحنا نكتبنا الاحتمال في اثنين احتمال أول تسعة احتمال الثاني جنا في تلاثة إذن رحنا نمشو في هذه الاتجاه معناه وراه الصحيح الصحيح هو هذا هذا هو الصحيح إذن أكتب له السيغة نحدوها إذن هاي اللي كنا نعاود ونكتبوها هاي وراه أربع مرات سي آش رابطة سي آش ومبعد سي آش ثنين سي آش رابطة سي آش سي آش دون سبع مرات سي واش هاني كتبت هذا هو بي السؤال الذي يلي أكتب معادة فعل هالجنت الحمض الدوني بي باليوت معناها الآن لازم أنا باش ما نعاودوش نزيدلو اليوت هذا عمد رابطتين شحال يحتيش زوج يحتيش زوج ثنين إذن أنا نكتب النتش تاعي هنا إذن نعاود ونكتبوها سيدي هاوليك هذي دي نكرها في الـ بي هذا التلقس سي آش Wish رابطة سي آش لما يأتي لك هنا لـ تعالي لـ إذن يأتي لك الـ هنا إذن هذا هو التفاعل إلى هالجنت هل صحيب هذا السؤال؟ لا لا أنواصلو قال لك يرتبط الجليسيرول آه ذوك تفعل ارتباط هنا كانوا أحماض دهنية حرة ذوكوا الآن رح نتخلو في الارتباط الجليسيرول مع جزيئتين من الحمض الدهني بي في الموضعين آلفة وبيطة وجزيئة من الحمض الدهني آ انتك يكون الحمض الدهني بي يرتبط في آلفة وبيطة آه وين يروح آلفة فتحة قال لك ما طبيعة المركب إكس وش نقولوا عليه طبيعته وشنو ثلاثي الغليسيرول ثلاثي الغليسيرول متجانس وانا غير متجانس وقف الصوش راكين فوضى لعندها فوضى توقف عندها فوضى بزاف دار ووقفيننا الفوضى ومنفض اللايك هكذا هذين بعد النحية من الفيديو غير متخافيش المهم بالصح نحونا الفوضى نتاكم إذن خلالي نكمل ثلاثي الغليسيرول هذا نقولوا عليه غير متجانس علاش غير متجانس لأنه غير يختلف حمض دهني واحد منهم معناها يصبح غير متجانس اكتب معادلة تفاعل شوفوا الآن شوفوا السؤال ما قال لكش اكتب لي صيغة الغليسيرول الثلاثي قال لك اكتب لي معادلة تفاعل معناها لازم أنا نفاصي هذه نحتاج صبورة طويلة إذن وش نحتاج تفاعل الغليسيرول لازم نكتبوه زائد اثنين مون آه يوالله لا لا خلينا نتكلم عنه النقاط المهمة هو قال لك اكتب لي التفاعل تشكل منين من الغليسيرول زائد اثنين من بي أنا شوف هنا لا مكفتكش الصبورة المركب بي يخي عنده الرمز تاعه لهو سي ثمونتاش عنده رابطتين عنده في الموقع دلتا في الموقع تسعة وفي الموقع اثناش والحمض الدهني بي آه لآ هذا هو بي الآه مشبع إخي لجيناه هو سي ثمونتاش ولجيناه سي ثمونتاش إذن نقدر نكتب أنا ثنين سي ثمونتاش اثنين دلتا تسعة واثناش زائد ماذا؟ زائد الحمض الدهني آ لهو ستاش سيفر نقدر نكتبه بهذا الشكل والله إذا حبيت تنحي كل الإشكال من رأسك ماك خاسر ولو إذن روح اكتب له السيغة النصف مفصلة اللي هو C-H 4 مرات C-H رابطة C-H C-H2 ومبعد C-H رابطة C-H ومبعد C-H2 7 مرات C-H هذا هو B زائد A احنا لقينا A اللي هو C-16 معناها C-H3 C-H2 14 مرات C-H شفتوش حال جا طويلة معناها تمه في الورقة في البقالورية ثانية متكفيكم مش هكذا إذن الناتج نكتبه هك قال لك أنه B يجي في ألفا وبيطا معناها راح يجيك هنا B ويجيك هنا B وش بقالي بقالي ألفا أ يجيني في الموقع ألفا فتحة وينتج معه ثلاث جزئات ما إذن نكتب الناتج تاعي اللي هو C-H2 O C-O ونقلب المركب C-H2 7 C-H رابطة C-H ومبعد C-H2 C-H رابطة C-H ومبعد C-H2 4 C-H3 نزيد نكرره في الموقع بيطا بيطا قلنا طرحوا تديروا على شكل إش لطلع وإنما تكتب سيغة نصفة متفصلة كما راهي ما عليش تدي العالمة الكاملة تاعك لازم تنظم الخدمة تاعك ولازم تكون بمنهجية ميشي غير نجاوبه وخلاص ومبعد نقول بيطل لي حقروني ما كانش اللي يحقرك في الباكالوريا العالمة تاعك إلا إذا ما خدمتش C-H2 14 مرة C-H3 زائد ماذا؟ زائد 3-H2 نعاود ونكرر في هذه النقطة قال لك اكتب لي المعادلة ونقال لك اكتب لي سيغة ثلاثي الجليسيد لما يكون B في الموقع ألفا وبيطا وألفا وأبين نكتب له غير السيغة تاع ثلاثي لكن هو قال لك اكتب لي التفاعل معناها العلامة اللي تكون في السؤال بها تكون على كتابة التفاعل لو كنت تكتب له غير الناتج يعطي كنسف العلامة حذاري في هذه النقطة مفهوم؟ نعم سيغة أحسب قارينة التصبن وقارينة اليود للمركب X قارينة التصبن وقارينة اليود للمركب X لذلك احنا الآن باش نحسبه قارينة التصبن وقارينة اليود للمركب X لهو ثلاثي الجليسيد لازم نحتاج الكتلة المولية تاع ثلاثي الجليسيد عدنا الكتلة المولية تاع والكتلة المولية تاع بما عدناش نحسبوها إذن ضك الآن واش روح نديره روح نحسبو حساب طارينة التصبن حساب إي لأس إذن باش نحسبو إي لأس أول شي نروحو نحسبو الكتلة المولية انتع تري غليسيريد هذا وش يسوي لكم يسوي لكم الكتلة المولية زائد الاثنين الكتلة المولية انتع به زائد الكتلة المولية ناقص ثلاثة الكتلة المولية انتع الماء هذه معروفة رب نخدمه بزاف بهذه كيلي منكم يجي نعم نتع الايمها نعم كيلي يجي لأ كيلي يقول لك أنا عندي صيغة تعثولة في الغليسيريد نروح نحسب شحال من كربون إذن تري غليسيريد لازم تروح تكتب CXHYOZ روح حسب شحال من كربون وحطه هنا شحال من هيدروجين وحطه هنا شحال من أكسوجين وحطه هنا وهذه أنا ما نحبثش نحسب بها ويقبلوها لك عادي وما كان حتى إشكل إذن إحنا نحسب الكتلة المولية نتعلي غليسيرول نعرفها اللي هي C3A8O3 واش يسوي لك 12 في 3 زائد 8 زائد 16 في 3 تسوي لكم 92 جرام بارمون ها نحطيناها ونعرفها بسعالنا كي نحط له العملية حتى ويمدلش عليها العالمة المهم نخلي له حتى نقطة روح لي إذن الكتلة المولية أنا حسبينها بين 256 نزل لنا المركب B المركب B اللي هو عنده رابطاتين اللي هو 18 في 12 18 في 2 36 ونقص لها ربعة تولي عندك زائد 22 وزائد 32 ماذا تسوي لك 180 180 نعم ها نحن نعرفه بل هو 18 إذن الكتلة المولية انتعت لغليسيريت واش يسوي لكم لغليسيرول 98 2 في 180 زائد 256 ناقص 54 ماذا تسوي لكتلة المولية 850 854 جرام بار مول هاي لكي الكتلة المولية لكن أنا المعطيات عندي بكر روح نحسب مباشرة ماذا روح نحسبه إيلي أس وإي لحسب الصبورة تاعي إذن حساب إيلي أس إيلي أس احنا عدنا 3 غليسيريت واش يقابلك يقابلك 3 تاوش الكتلة المولية تاعت روح نحسب تاوش تقابلك 3 في 56 في 10 قوة 3 إذن هنا اللي هي واحد قرام تقابلك إيلي أس إذن إيلي أس واش يسوي 3 في 56 في 10 قوة 3 ونقسمه على الكتلة المولية اللي هي 854 شحال تصيبوها 172 فاصل 72 وسبعين وسبعين خلاص هاي لك إيلي أس عاود اكتبها له هنا يا باش نبين له باللي راهي واضحة العملية تاعك ومتستعملوش في البقالورية إن شاء الله رح يوصل الوقت ونتكلموا عليها نستعملو إلا اللون الأسود والأزرق فقط لكن الآن حساب إي لإي إي لإي عنده علاقة بالروابط المضاعفة نرجع للمركب نتعي ثلاثي لجليسيريت مش حال عندكم الروابط المضاعفة أربعة شوف أنا رح نسطر عليه أربعة خلاص أربعة إذن نرجع إذن وش نديرها عندكم تماتري غليسيريت إذن وش يقابلكم يقابلكم آن من إي د وآن شحال يساوي لكم قلتوا أربعة إذن آن نديرها مباشرة أربعة بلا من ضيق فيها وقت إذن الكتلة المولية تعتري غليسيريت وعدنا الكتلة المولية قابل لك ربعة في الكتلة المولية تعليوت اللي هو مئة وربعة وخمسين إذن الموجودة في مئة قرام اتقابلكم مئة قرام لأي إذن هنا إي لأي وش يساوي لكم إذن إي لأي يساوي لكم مئة في أربعة في مئتين وربعة وخمسين ونقسمها على الكتلة المولية اللي هي ثمنمية وربعة أو خمسين شحال على النتيجة مئة وثمنتاشة فاصل ستة وتسعين فاصل ستة وتسعين ستة وتسعين إذن إي لأي تساوي لكم مئة وثمنتاش فاصل ستة وتسعين صعيب هذا الجزء هذا لا آآ وش مزلنا فيه وش مزلنا والله خلاص حيقا نشوفو لا لا نشوفو في الجزء الأول في الجزء الأول في الجزء الأول خلاص هاي 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 لين كامل آآ أنا روعة ذوك نروحوا الآن للجزء الثاني قال لك بلا ما نقرأوا المقدمة ليعطاها لكم قل لكم واحد المعلبة شوش يستعملوا فيه هذا المركب بش هذا اللي يتكون من عينة آم فيها أحماض أمينية هذا العينة بش نعرفوها نستعملوا الكروماتوغرافية الورقية الكروماتوغرافية الورقية عندها تعتمد على مبدأ اللي هو الهدف تحالي الفصل الكروماتوغرافي أو فصل مزيج من عينة آم مجهولة الأحماض أمينية بش نعرفوهم نعرفوهم باستعمال الكروماتوغرافية نستغلوا الورق الكروماتوغرافي نستغلوا كذلك المذيب الورق الكروماتوغرافي نقولوا عليه طور ثابت المذيب هو طور متحرك وكذلك نستغل اللي هو النينهيدرين النينهيدرين قلنا الدور هو إظهار يظهر لك هذا الأقل تكون بلون أزرق بنفسجي بعد البرولين جيد البرولين هاولك البرولين هاول هناك البرولين موجود إذن البرولين هنا يكون اللون أصفر أصفر أما الأخرين يكونوا بالنباء نفسجي إذن نبين لكم كمثال بالأحمر إذن هاميك إحنا قلنا بالكروماتوغرافية كي تهجر أحماض معينة رح نديرو خط بداية وخط النهاية بعد من نشوفوه لهو المذيب وخط البداية ونحقنوه فيه الأحماض الأمينية نشوفوه كل الحمض الأميني اللي راه موجود نبدو بالأرجينين الأرجينين هاولك راه كين الأرجينين في نفس المستوى إذن العينة أامة فيها الأرجينين أقول البرولين البرولين هندرتو باللون أصفر نزيد نحطوه أه موجود زيد والمثيونين الغلوتامين 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 موجود المثيونين غير موجودة لماذا المثيونين موجودة؟ موجود لأنه شوفوا المثيونين نديرو بلون أقدر شوفوا كيف يسقطوه هنا غير موجود ما يظهر ليش في البقعة إذن نروح نشوفوا وش مزالي؟ مزالي اللي هو الجليسين الجليسين موجود موجود بيناتنا بيناتنا أسألكم حاجة إذا كنتم مرحكم وحدكم تقرأوا غير الرموز تقرأ لي الإسم ولا لا نعم يا هل ترى هل هذه نقطة تأثر باش تروح تولي تحفظ الأسماء أنت على العشين حمز آميني؟ لا يتحفظ لا داعي لي حفظها كان واحدة النقطة رح تتكلم فيها من بعد في التسمية اللي هو عدنا إشكال في الجلوتامين وال الجلوتاميك نعم نعم والله الجلوتاميك والجلوتامين كي تجي تسمي البيبتيد يخرجوا الأسمان تقرأوا كيف كيف تقول الجلوتاميل وتقول ولقي لقلوطامين تقول ثاني تقول Golf pela معناها يصور للك إشكال باش ما يصور إشكال لهذا الغلوتامين ونقولوا عليه الغلوتامين هذا ما كان هذا لي باش ما يصور عش إشكال به لكن تكلمو عليها في التسمية لأنه كين تسمية هنا ما تقلقوش في الوقت الجليسين ما كان إشكل اللي هو الجليسين ما عندوش علاقة كان عدنا إشكال قلنا الغلوتامين والغلوتاميك الغلوتامين هو حمض أميني ها ورها الغلوتامين والغلوتاميك كذلك هو حمض أميني اللي هو حاميضي حاميضي والاسم نتاعه الغلوتاميك لو كنا نجاوب مع بعضهم في البيبتيد يصرى لك إشكال في التسمية هذا الغلوتامين والآخر غلوتاميك ذو كنت جي تسميه في البيبتيد هذا تقول هناخي قلنا نضيف نحن نديره الييل وهذا نحن الكاف وتولي القلوتاميل كذلك يولي القلوتاميل قلوتاميل تولي ما تقدرش تفرق بينتهم صح ولا لا لذلك هنا ينبعد راح نقوله هذا هذا في القلوتامين فقط نقوله القلوتامينيلا نضيفه هنا ما ننحوش النون هذي أما القلوتاميك لا نقوله القلوتاميل باش مننحو الإشكال إشكال آي والله ده كنتكلموا عليها ما تقلقوش إذن قال لك السيغ أحماض أمينية خلاص إذن العينة أم وش راه فيها قلنا فيها الأرجينين وش فيها كذلك برولين وش فيها كذلك جلوتاميل وش فيها كذلك جليسين زيت إجمعها إجمعها شفوا السؤال الأول يستنتج أحماض أمين الموجودة في العينة أم وبعد شف السؤال الثاني أكتب السيغة النصفية النصف المفصلة لرباع البيبتيد الريجين وهذا العينة أم هو اللي هو الريجين في البداية معناها شفها وبينهم معناها عودهم لك شفتوا معناها معناها لابد السؤال الأول هذا الإجابة ترفع السؤال إذن قلناك أكتب السيغة النصف مفصلة لرباع البيبتيد ذوك نكتب السيغة النصف مفصلة يبدو من الجليسين إذن منه نسغروا شوية آن آش ثنين ومبعد سي آش الجليسين هو الثاني الجليسين ورا عنده آش ثنين ها نكتبو الآش الجذر تعوش معنا سي اشتني. بعد عندك سي او. شكل يجي بعدو. يجي الجلوتامين. الجلوتامين هاوليك الجذر بتاعك. اللي هو حمض اميني هذا وش نصنفه. شكل يصنفه. شكل يصنفه. قاعدة. شكل يقلت قاعدة. هذا قاعدة هذا. هذا اميدي. وليس قاعدة. شوفوا. نوضحه ونعاود. الاحماد الامينية الاميدية. شوفوا عندو وظيفة الاميد. عندهم وظيفة الاميد. معناها غير شوف عندو السي او ان اش تنين. ما تقولش مشي تروح تشوف الان اش اثنين. بزاف يروحوا يشوفوا الان اش اثنين. اه يقول لك هذا قاعدي. لا. هذا اميدي. حذاري وحذاري. بزاف اللي يخطؤ فيهم. هاوي. والان اش دو. وما عندوش البيكائرة. معناه مشي لك روح نديره في البي اش واحد. تروح احضر لي الان اش. خطأ. هذي ما تتمس. نزيدو. عندكم هنا يا سي او. وما عندكم شكل يجي. يجي البرولين. اه ركز البرولين كما مقبيل. عندكم هنا الان. الاش ديت نحا. ومبعد عندكم الحلاقة الخماسية. سهل خلاص اولا سهل البرولين. هاريك. وما عندوش يجي. يجي الكلو. يجي الارجينين. ان اش. ومبعد السي اش. استاذ كل ان اش. استاذ. نعم. ان اش. يون الان اش. خماسي. يا الخماسي. اش عندو؟ اي عندو عندو père. لا لا. لا تتفاعل هذه هذه تتفاعل هذه تتفاعل. اه صحيح سيحى. خلاص آه هنكتبوها مليح شوفوا. هو شوفو كيفش كان. كان عندك السي واش. ومن بعد عندك هكذا. ومن بعد عندك الحلاقة الخماسية. انا الحلقة ونكتب هنا الآن ونكتب هنا ونكتب هنا الآن ستتنحل مع الـ المقبل وإنه ينتج إذا تشكل لك الرابطة البيبتدية إذا يتنحل ونكتب هنا ونكتب هنا ونكتب هنا كما رأيه ونكتب هنا ونكتب هنا ونكتب هنا لن تغلطه رأوف وليد وليد ونكتب هنا ونكتب هنا ونكتب هنا ثلاث مرات ن ونبعد عندكم رابطة مضاعفة وهنا عندكم ن ونكتب هنا وهناك السيغان تاعة البيبتد وهو الريجين هذا اسم الريجين أعطي اسم رباعي البيبتد السابق آه يا ذوك الان نسمو هذا البيبتد اللي يتشكل لكم منا الجليسين وزيد الجلوتامين هذا البرولين وهذا الارجينين هذا بصفة عامة هذا الروبوستوحم ذوك الان نسموهم نبدو ملياسار ونسموه خيقولنا اللي نبدو به هذك يتغيروا كامل الأخير اللي عنده الوظيفة الحمضية هو اللي ما يتغيرش آه يا والله ضكنتوا معدكم الرموز وعدنا كل شي إذن وش روح نديرو؟ روح نديرو أنه نبدو من الياسار اللي هو الجليسين هي هو اللي جليسيل آه اللي سيلة آه زيد ومبعد وش عدنا؟ آه شب ما يعيض بهذا في الهاتف ما علش أنه ولي عدكم الجليسيل ومبعد وش يجيكم؟ غلوتامين عدنا الغلوتامين إحنا هذا قلنا باش نفرقوا بينه وبين الغلوتاميك لازم نقوله الغلوتامينيل هكذا هذي حالة خاصة علش نعود نكررها عندكم أنتو ما الغلوتاميك وعندكم الغلوتامين لو كان يدخلوا هذون فيزوش في التسمية لو كان جهة هذة الغلوتاميك واش تقولوا؟ يقولوا الغلوتاميل ولا لا؟ لا صح وهذا الغلوتاميل نقول الغلوتاميل معانا هل الغلوتاميل والغلوتاميل الحامضي والأميدي كيف كيف لذلك احنا باش نفرقوا بينهم احنا هاد الحمض الأميني الأميدي ونقوله الغلوتامينيل غلوتامينيل هالي حالة خاصة غير فهذه ونزوج أحماض أميني وبعد برولين 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 ونبعد الخلاني الارجينين كيف رأى مكتوبة ارقينين ارقينين ها نسمينا شرط شرط لازم يكونوا أسماء بالعربية ولا بالفرنسية كامل الرموز يكفو الرموز رقم تتعامله معه حمض أميني هذون رقم تقولوا تحفظهم خلاص لا داعي لتكرارك إذن نواصلوا السؤال هنا سميناه وش مزلنا الآن أحد الأحماض الأمينية المكونة للريجين عبارة عن حمض أميني قاعدي ذو بي آش إيو ساوي عشرة ستة وسبعين لو نرجع للأحماض الأمينية اللي راه عندي هنا لو نرجع للأحماض أمينية شكو اللي راه قاعدي هنا يا الأرجينين هو الوحيد هو الوحيد اللي هو قاعدي إذن من بيض الأحماض الأمينية هو الارجين خلاص وش به الارجين قال لك أحسب لي قيمة البي كا اير الموافقة له وأعطالكم البي كا واحد وأعطالكم البي آش اي وأعطالكم البي كا دو إذن ذوك أنا ما نعرفش أنا روح نرسم أو نكتبوا السيغ الأيونية مباشرة وش نجي ندير أنا روح نبين ليه هو عنا عرفوا باللي البي كا واحد جي هنا ومبعد جيكم البي كا دو ومبعد جيكم البي كا اير خلاص بين البي كا واحد ثنين سبعتاش البي كا دو تسعة تسعة فاصل سفة ربعة البي كا ار دين منتاعه كبيرة وهي اثناش ثمانية وربعين وأوضوك نحسبوها تعودنا عليه لأنه الارجين قلنا عنده أكبر قيمة منين من قيم البي كا نبدأ طبق الآن نكتبوا غير الوظائفة نكتبوا غير الوظائف عندكم انتو من الوظيفة هنا سيو آش عندكم الوظيفة اللي هي الآن آش دروة بلوس وعندكم الوظيفة اللي هي الأخرى الآن آش دو بلوس كاي اللي يقولي الشيخة ليش الآن آش دو بلوس هالك نبينوها سيتي باش ما زيش تكسر لكم ريصانكم هنا عندكم سي آش وعندكم هنا الآن آش دروة بلوس ومبعد خي عندكم سي آش دو دروة بلوس ومبعد يجيكم الآن آش ومبعد السي رابطة ثونائية الآن آش وهنايا آن آش دو ومبعد خي عندكم الآن آش دو بلوس هالك إذن ذوك لا داعي لكتابة كل السيغة نكتب غير الوظيف إذن ذوك الآن كنروحوا للبكاة واحد تولي عندكم سيو ناقص هذي تبقى عندكم الآن آش لاثة بلوس والاخرى تبقى عندكم الآن آش دو بلوس روحوا للبكاة دو بكاة دو معنى هذي تولي عندكم الآن آش دو بلوس روحوا للبكاة ار إذن سيو ناقص ان آش دو والاخرى ان آش خلاص أعمل لك الوظائف تاعي هذه وظيفة وهذه وظيفة وهذه وظيفة وهذه وظيفة أنا خدمت بيهم أرقل لك إحسب لي بكاة ار أنا لازم روح نشوف البي آش اي ورأي محصورة احنا قلنا البي آش اي دائمنا فيها بهذا القاعدة البي آش اي محصورة بين البي كاة دو و البي كاة دو على البال يبال لي ماما ماما تجي تحط له هكذا كان يروح يحطها كده راي صحيحة بي آش اي دو ساوي البي كاة دو زائد البي كاة ار وتقسمها على ثنين أرق صحيحة أحسبها وأرق صحيحة عاتل شوفوا كيفاش نحسبو كذلك معلش نخدمو بالاحتمالات شوين نعلموكم شوية احتمالات هاي هاي شوفوكا مثلا نقولوا الاحتمال الأول نقولوا بي آش اي محصورة بين البي كاة و البي كاة دو نفرضها نفرضهاWeek و واحد زائد البي كاة دو و نقسموها على الثنين أنا نفرض بلدي هذه ما عنديشه هذه الحالة بس كل البي كاة واحد و الث何 عندكم ونحسبتح اناzanلا بي كاة إذن نحسب elemento هل ترى صح بي آش اي محصورة بين هذا ؟ إذا رحو نحو نحسبها نحوض نطبيق عددي احسبوا لي 217 زي 9.04 5.60 5.60 5.60 يا هل ترى تساوي 10.76 لا لا تساوي 10.76 إذن البي ااش اي مهيش محصورة بيناتهم البي ااش اي ما جدش هنا البي ااش اي احنا فرضناها محصورة هنا إذا نغير مرفوضة هنا إذا البي ااش اي راهي نفرضك الآن ونقولوا البي ااش اي راهي محصورة بين البي ا ا واحد نفرضك الآن ربما البي ا ار والبي ا اد كان أحد يقول لك لا الشيخ وقرأي البي كا ار جت هنا ما هو البي كا ادو جت هنا ها ينضربوا إذن وش نقوله نقوله البي كا واحد زائد البي كا ار ونقسمه على اثنين هيا راكو نحسبو البي كا ار هنا يا وشتو ساوي لكم اثنين بي اش اي نقص البي كا واحد احسبولي اثنين في البي اش اي ونقصو لهالبي كا واحد تسعتاش فاصل خمسة وثلاثين تسعتاش فاصل خمسة وثلاثين يا هل ترى عدنا قيم اه قيمة ساوي تسعتاش احنا نقوله من الواحد الاربعتاش وتم لقيته اذا هذي مستحيل اذا البي اش اي ماهيش محصورة بين البي كا واحد البي كا ار افتو الحالة الاولى مستحيلة غير ممكن الحالة الثانية غير ممكن تقتنا غير حالة واحدة اللي هي ماذا اللي هي انه محصورة بين البي كا ادو والبي كا ار اذا هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة ان البي اش اي هراهي محصورة بين البي كا ادو زائد البي كا ار ونقسمها على اثنين وهي النور موهد التمنين يتحلل بهذه الطريقة هذه هي الايجابة بلا ما نكتب السياغ الايونية هذه هي الايجابة انتعكم لو كنا نجينا في الصحة في الاسس لكن ما مش يحاسبوكم عليها رقمي ارامي حاسبو ديرك مو باشا عن القانون بي اش اي بي كا ادو زائد بي كا ار تقسيم اثنين اذا البي كا ا ار وش يسويلكم اثنين نعم 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 انا نفرض بللي الفي ااش اره من الحصورة بين البي كا واحد هيا أنتا حسب نحن بيعربة اثنين محصورة بينهم حسبنا ها بالرغم من القيمة كانا الغمسة ستين وهي عند الفي اش اي عشرة ست سبع اذا هذه مستحيل لا تساوي الفي اش ار نادينا الحالة الثانية اننا فرضنا الفي اش اره من الحصورة بين الفي كا واحد والا كي حسبنا الفي ار لقينها تسعتاش خمسة وثلاثين اذا قلنا مستحيل حق ده الحالة الثالثة نعم هذه المنهجية على الصحن المرمو لكن لا نقدم فيها وكذا لا نحسب لها بالصحية الأحسن هذه هي الصحيح إذن ناقص ناقص تطبيق عدد 1248 مقبولة هذه هي الصح لأن الجينزوج مستحيل مستحيل الثالثة تكون خطأة إذن هكم قيتو 1248 مفهومة؟ نعم وش ما زالكم الآن؟ أكتب السيغة الأيونية للبرولي مثل المماكبات الضوئية للميثيونين الميثيونين اللي راه أعطاه لك الآن الميثيونين اللي راه أعطاه لك الآن الميثيونين هذا ثريونين هاك دا ثريونين لأن الميثيونين قلنا كيبريتي وهنا هو وش راه أعطاه لكم؟ راه أعطاه لكم هذا ما رح نجيبوه ها ورا لهوا هذا الميثيونين كيبريتي لكن هذا لهوا قلنا هيدروكسيلي إذن رح نجيبوه ونحطوه هنا إذن المثل على الأحسب وش راه أعطاه لنا؟ بس إحنا ما نقولوش الميثيونين إحنا نقولو ثريونين إذن التمثيل دي والآل أو تمثيل فيشر إذن نبدأوا دائما الدواشي اللي يجي في الأعلى وهنا ش هل عدوا منذرة كاربون كيرالية؟ عندو زوج ووحدة هنا ووحدة هنا إذن نكملو إذن هاي الليك على بل يطولت عليكم سبحون لا لكن فايدة ليكم وآش آش آش وهنايا سي آش ثلاثة هذا صور مزيد ما قالكش مثل لدي وقالك قالك مثل المماكمة الضوئية ما تكتبلو لدي لآل ما تبتكتبوهم؟ ربما تتمعلم وتغلط ما قالك لدي إذن انت مباشرة حط له وش راه كاين فقط تمثيل هاي لك الآش وهنا جك سي آش لا أسان صورا تعه في الميرآت هن نسيت الآش هادي السي واش ومبات ان مثلوا هنا يا عندكم الآن آش ثنين وهنا تولي عندكم الآش وهنايا الآش وهنايا الآش وهنايا الآش هالك تمثيل ولي حبي يمثل اللي هو ثريونين هوم بأعطي لكم شا السيغة تاعد ثريونين لي حبي يمثلها يمثل هالي هو الكبريتي وش مزلنا السؤال البرولين قالكم البرولين مثلوا لي السياغ الايونية انتع البرولين سهلا البرولين اكتبوا لي غير القيم هذونا عنده 1.99 وعنده 10.60 خلاص تبتوهم خلاص باين 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 عنده البيكاء واحد والبيكاء اثنين ما عندناش اشكال في هذا ما عندناش اشكال اذا مباشرة هاي يليك البيكاء واحد وهذا يليك البيكاء ادو خلاص ايضا البرولين الشكل انتاعه باش ما نغلطوش فيه نكتبوهم الاح سي واش وبعد عنده بهذا الشكل كان عنده هكذا عفوا عفوا كينا السي اش تنين قبل كينا السي اش قبل اه كينا هك تكتب الان اش التحت كيف كيف اكتبها هنا والله هنا كيف كيف هاي اكذا هذا هو البرولين كينا مشكلة ما كان مكتوب هنا في البداية ربما يقول لك انتبعنا وش رح مكتوب اكتبو كي ما راه هاي لك الان اش كانت هنا اكتبو كي ما حبيتو اذا بما اننا نرى في الواسط الحمضي هذه الان اش واش تولي تولي اان اش اثنين بلوس هاي لك هاي لك اان اش دو بلوس خلاص دقوا الان نمرو للبيكاة واحد معنا واش تولي عندي تولي سي او مو ونبعد نكملو كي ما راه مكتوب هاي لك هاي لك هاي لك هاي لك نزيد ودوك الان البيكاة ا دو كيف كيف تولي عندكم سي ومعس تولي لكم الان اش اذا هاي لك السيغة لتعكم هاي لك السيغة صعيبة هنا اذا هاي لك هنا البيكاة اي محصورة بين البيكاة واحد والبيكاة دو ما قالكم ش يحسبوها لي ما قالك ش يحسبها لي هانا حطيناه هذا هو التمنيع لي سبع نقاط شكري ما يقدش يجي سبع نيقاط هنا سهل سهل تركيز فقط تمرين بسيط جدا خلاص خلاص